التقى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور محمد الزعواري بالعاصمة عدى الرئيس بعثة الاتحاد الأوروبي غبراهيل وسفراء كل من فرنسا وألمانيا وهولندا وفللندا وفي اللقاء أوضح الوزير الزعواري للسفراء الأوروبيين الوضع الإنساني المعقد في البلاد عام وفي المحافظات المحرارة على وجه الخصوص لافتا إلى الأثار الكارثية للوضع الاقتصادي على الواقع الإنساني في البلاد مع غياب مقاربات عملية في المدى القريب تقدم حلول عملية لمعالجة الطبيعة المركبة للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي ووقف الحرب وإحلال السلام وقال الزعواري خلال اللقاء أن الوضع الطبيعي للمنظمات الدولية هو أن تعمل من عدن من خلال نقل مراكزها الإدارية المالية إليها ومنها يتم توزيع حزمة المشاريع والمساعدات الإنسانية على بقية المحافظات وعلى مستوى اليمن تحت إشراف رقاب مؤسسات الحكومة الشرعية ولفت الوزير الزعواري إلى الأثر السلبي لتدفق الملح المالية إلى بنو تخطع لسلطة الميليشيات في صنعها على اقتصاد المناطق المحررة وحجم الأضرار المترتبة على القوة الشرائية للريال اليمني الأمر الذي خلق معاناة إضافية مع توقف الموارد وانهيار الخدمات ترجمة نانسي قنقر